لو يشوف فينا يقول لك بلا هو رأيك تكلموا على التصدير للخارج ولكن عدنا مشكل كذلك مشكل الحليب شكالة حليب ما زال نديروا عليها علاشان ما زال ربما مقدرناش نحلوا هاد المشكل يعني هل شخصنا المشكل باش نلقاولو حل ولا ما لقيناش حتى المشكل باش ما نلقاوش الحل هو مشكل تنظيم هو القدرات اللي موفرتها الدولة من بودرة الحليب وشانا نستوردو كميات كبيرة يعني عرض يكفي ويزيد ولكن في التنظيم اللي متدخلين فيه بعض المتدخلين على تسلسل حلقات الشعبة يعني من المنتجين من البنات من هذو الموزعين من التجار ومن المستهلكين ومن حتى بعض التدخلات في المقاهي انت دخل القهوات وكتب صاشي تعفين سان ديناتا 25 ديناتا تصربوا في كاس ويقول لك خلص فيه اشحال تخلصوا 5000 او اشحال تخلصوا ممكن بعض الماناتك حتى 20 الف وهذيك صاشي هذيك معمولة للعائلات المعوزة من قال العائلات اللي عندها الدخل يعني يلبس عليها هذيك دولة دائرته الدم باش يكون على القل هذو كل اللي عندهم الدخل يعني قليل يكونوا يقدروا يستهلكوا هذي المادة هذي تعالى